السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطالب اليوم درسه للدرس الثالث في وحدة علاقة الكائنات الحية ببيئتها ذكرنا سابقا عن التكيف وقلنا أن التكيف هو قدرة الكائنات الحية على العيش في بيئتها والتكيف نوعان تكيف الشكل الخارجي وذكرنا طول رقبة الجمل وعرض الخوف وذكرنا التكيف السلوكي وهي هجرة الحيوانات بحثا عن الطعام والدفء اليوم درسنا المحميات الطبيعية ما معنى المحميات؟ من كلمة الحماية ذكرنا سابقا أن من السلوكات الخاطئة التي تؤدي إلى نقص أعداد الكائنات الحية التي يقوم بها الإنسان هو الصيد الجائر للحيوانات وذكرنا الحل هو وضع الحيوانات في محميات لحمايتها من الإنقراض الإنقراض هو اختفاء الحيوانات فلم تعد موجودة كما انقرض الديناسور في يوم من الأيام فلا تكون هذه الحيوانات النادرة والقليلة الأعداد في يوم من الأيام تختفي ولم يعد لها وجود فوضعناه في محمية حتى نحميها من الصيد الإنسان واختفاءها في يوم من الأيام لنرى هذه القصة زارت سارة بصحبة والديها محمية الشومري فرأت أرضا واسعة محاطة بسياج حديدي تعيش فيها حيوانات مختلفة لم تشاهدها من قبل فسألت والدها فسألت والدها ما المحمية وما سبب إنشائها المحمية هي أرض واسعة محاطة بسياج حديدي تعيش فيه كائنات أو حيوانات مختلفة مثل المهل العربي وسنذكر بعد قليل الحيوانات والنباتات التي موجودة في المحميات ما سبب وجود هذه المحمية للحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض لنتأمل خريطة المحميات الأردنية ثم نجيب عن الأسئلة التي تليها المحمية الأولى لدينا محمية الشومري وبها المهى العربي المحمية الثانية هي محمية عجلون وفيها نبات البلوط أما محمية الموجب فهي فيها حيوان البدن والسوسن السوداء فيها محمية العجلون فيها البلوط أما محمية البوجب فهي فيها حيوان البدن والسوسن السوداء أما محمية الضانة فهي فيها حيوان الوشق لنتأمل صفحة 74 السؤال أتأمل خريطة المحميات الأردنية ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها أذكر أسماء المحميات الواردة في الخريطة عندنا أول محمية شومري وعجلون ومحمية الموجب ومحمية الضانة السؤال الثاني ما هي الكائنات الحية الموجودة في كل محمية؟ سؤالها الضروري ضروري جدا نفهمه محمية الشومري المهل العربي محمية عجلون فيها نبات البلوت أما محمية الموجب فهي حيوان البدن ونبات السوسنة السوداء أما محمية الضانة فهي فيها حيوان الوشق اللي هو القط البري ولا ننسى البدن له اسم آخر لأسم الماعز الجبلي البدن له اسم آخر اسم الماعز الجبلي والوشق له اسم آخر القط البري أناقش زملائي في أسباب إنشاء المحمية للمحافظة على الحيوانات المهددة بالانقراض ما سبب إنشاء المحميات حتى نحافظ على الحيوانات المهددة بالانقراض لدينا سؤال صفحة 75 استعين بالخريطة الواردة في النشاط ملء الفراغات والجدوال الآتي لدينا فراغ اسم المحمية والمربع الآخر اسم الكائن الذي يعيش فيها كتب لنا الكتاب المهى العربي أين يعيش المهى العربي؟ يعيش في محمية الشومري وهي أقدم المحميات وذكر لنا محمية الموجب ما هو اسم الكائن الحي الذي يعيش فيها؟ يعيش في محمية الموجب حيوان البدن ونبات السوسنة السوداء اسم الكائن الذي يعيش في الكائن الحي الوشق اللي هو القط البردي أين يعيش؟ ما اسم المحمية التي يعيش فيها؟ يعيش في محمية الضانة محمية عجلون ماذا يعيش فيها نبات البلوط؟ سؤال لنفكر معا لماذا تمنع وزارة البيئة الصيد في أشهر معينة من السنة؟ لأن في هذه الأشهر تتكاثر الحيوانات فإذا صدنا الحيوانات في هذه المواسم أو هذه الأشهر سوف تختفي الحيوانات وتقل أعدادها وتنقرض في يوما من الأيام لنعيد المحميات الموجودة في الأردن وهي أقدم المحميات محمية الشومري ومحمية الموجب ومحمية غابات عجلون ومحمية ضانة أربع محميات ما هي الكائنات الحية المهددة بالانقراض؟ أين تعيش؟ عندنا المهل العربي ذكرنا في محمية الشومري والبدن اللي هو الماعز الجبلي أين يعيش؟ في محمية الموجب وأيضا السوسنة السوداء أيضا وين في محمية الموجب؟ أما السوسنة السوداء وذكرنا الوشق في محمية الضانة والبلوت في محمية عجلون عزيزي الطالب حل السؤال صفحة 75 ويعطيكم العافية وأرجو الفائدة للجميع